عزيزة عزيزة ايوه 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 Nobody else لا كانش فيه بعد تتسرق وتسلمي لنا السبب ولا انت الظروف الظروف كتقوى مني ومني اه بس انا مش هستنى مع الراجل ده تاني لازم يتطلقنا هتبيش عاو يتطلقنا هتكرايه نفس الراجل تاني يعني ايه عاوز نعيش مع الحيان ده تاني لا فقري قبل ما تعملي حاجة ممكن تندبع عليها هتروحي فين هتعيش ازاي هترجع عند خالك هتقدر تستحملي قرف ومناكفة مرات خالك ولا هترجعي تعيش عند مرفض وتستخلك لحسب حد تاني مش عارف انا حستنى ضايع تصدقني يا حمدي انا ندمان على كل دي قصدنا فيها بعض استعدى سيب الشقة سيب كل حاجة وارجعيش معاك تاني ان شاء الله فعش يا ريت يا فريد دي اميك حاجة لكن حب لك يمدعي اننا بهدلك وعزبك تاني معايا علشان حضرة لازم تستحملي حياتك مع عبدالعزيز افهم يا كده انت تتخلى عني ابدا يا فريد اللي بقوده عشان مصلحتي صدقيني على الاقل لحد ما نلاقي حل معقول مساعدة انا مش هسي بيوتعيش مع اللحظة واحدة خلاص با هاي بها ليا سكي البنت عزيزة الشغالة ترقى وحاجبلك واحد غير خلاص بايا فريد عبدالعزيز باعتذار لك وحينفذ لكل اللي انت عيدات الاعتذارة مش كيفاركة طب ايه اللي مطلوب منه هعمله عشان تبقى راضي عني تكتب لي الشغالة باسم هنرجع هلت الموضوع ده تاني يعني مش موافق؟ لا مش موافق الشغالة مش هتكرت بلحدة غير هي اللي بعد ما موت بابش انا عليك يا عبدالعزيز بي ما تقولش على نفسك كده مفيش فايدة يا مارد بتبع كلامه بس بصراحة بقى يا عبدالعزيز بي هي عايزة تجمل مستقبلها ومين قالوا ان مستقبلها مش مجموعة؟ وانا يعني لو موت ايش هيه اللي هتهوز؟ انا مش عارف ليه الزوجة خطة في اعتبارها ان جزها حيموت قبديها بعد الشرق هي مش اصدها الموت هي خايفة من التلاة خصوصا انكم لسه ما خلفتوش انا يا سيدي مستعد اكتب اقرار على نفسي ان انا مش هتلاقيك في يوم الايام الا ازا انت طوضت وساعتها بقى تتحمل النتيجة الوحيد خلاص بقى انا شايفة ان عبدالعزيز هي مش غلطة يلا بسها بقى بسها اولي بسها اولي هم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة